قال زعيم جماعة أنصار الله الحوثي اليمني عبد الملك الحوثي إن جاهزية الجماعة عالية لاستهداف أي سفينة متجهة إلى إسرائيل معتبرا أن أمريكا وبريطانيا اقتحمتا أو أقحمتا نفسيهما في مأزق وفق وصفه عبد الملك الحوثي وفي كلمتنا القاه الخميس أوضح أن من علامات الفشل الأمريكي والبريطاني في مهمة البحر الأحمر محاولة واشنطن طلب مساعدة الصين للتوسط وإقناع الجماعة بوقف عملياتها حسب قوله ومن بوادر الفشل سعي أمريكا إلى الاستعانة بالصين من أجل أن تسعى للوساطة والإقناع بوقف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ضد السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالعدو الإسرائيلي الصين يعرف السياسات العدائية لأمريكا ضده وهو يعرف جيدا حجم المؤامرة الأمريكية من خلال مشكلة تايوان ولذلك الصين لن يورط نفسه لخدمة أمريكا أو العمل لمصلحة